بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحضور الكريم الأساتذة الأفاضل الأستاذات الكريمات أخوتي في العتبة العباسية المقدسة أخواتي اللواتي بذلنا هذا الجهد الموفق إن شاء الله تعالى لهذا الاحتفال المبارك بناتي العزيزات الخريجات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في البدء أبارك لبناتنا هذا الاحتفال وأيضا أبارك لهن الانتقال من مرحلة العلم إلى مرحلة العلم والعمل سألنا الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيديكنا بناتي إلى خير الدنيا وخير الآخرة وأن يأخذ بأيديكنا إلى العمل لهذا البلد والعمل الصالح وأن يجعل هذه الأيام أيام بهجة لكنا وللعوائل الكريمة ومن خلالكنا أيضا أبارك للأمهات وللعباء الذين أثمرت هذه الجهود وتكللت بنجاحي فلذات أكبادهن أود أن أشير وإن كان بإيجاز لا بعض الأمور التي قد تواجه الشخص عندما ينتقل من مرحلة إلى أخرى تعلمون الإنسان يولد يعيش حالة من الطفولة ثم بعد ذلك يأتي حالة الصباة وأيضا يعيشها في جو من عدم المسؤولية من المرح من اللعب ثم ينتقل إلى سن البلوغ ويبدأ يفكر بطريقة أخرى يتحمل مسؤولية أخرى ثم بعد ذلك مرحلة الشباب والفتوى ومرحلة الكهولة والشيخوخة إلى أن الله سبحانه وتعالى الذي كتب لنا في هذه الدنيا أعمارا لا نعلمها لكن الوضع الطبيعي الإنسان يمر في هذه المراحل المذكورة المراحل الجامعية في حياتنا المعاصرة تكاد تكون من الفترات التي تكون مهمة جداً في حياة الشباب والإنسان والإنسان ينفتح على ثقافات جديدة ينفتح على علاقات يزداد علماً يزداد ثقافة يزداد أفكاراً حتى أصبحت الدول تتفاخر فيما بينها برصانة جامعاتها وأصبحت الدول تتفاخر ب قوة ورصانة أساتذتها بل تقيم بعض الدول من خلال هذين الشقين الجامعة وعراقتها والأساتذة ودقتهم وممارسة دورهم في نهضة البلاد العراق بحمد الله كان من الدول التي يشار لها بالبنان في رصانة الجامعات وأهمية الكليات على اختلاف الإختصاصات وأيضاً يشار له بكثرة العلماء والأساتذة الذين مروا وأصبحت الآن كل جامعة تفتخر بأن الأستاذ الفلاني كان من خريجيها سواء كان في الدراسات الجامعية الأولية أو في الدراسات العلية إلى أن مر بالبلد ما مر وبحمد الله تعالى الآن البلد نرجو الله تعالى له أن يتعافى وأن يستعيد دوراً ريادياً أفضل مما كان عليه لوفرة الإمكانات وتطور الدنيا بشكل يمكن لهذا البلد المبارك أن ينهض نهضة قوية ويحتل المكان التي تكون له من خلال نظر فاحص لأي دولة دائماً النظر والاهتمام يكون على أعمار محددة لمن أراد أن يبني ولمن أراد أن يهدم عناصر البناء تبدأ من بداية المشوار الجامعي ولعل الآن بسبب بعض ما يتعارف بوسائل التواصل الاجتماعي بدأت تسحف إلى أقل من هذا المستوى حتى بدنا نشاهد بعض التصرفات في أعمار أقل من الجامعية لعلها في الإعدادية البعض يقول في المتوسطة بل بعضهم أوصلها إلى الابتدائي وهذا كل بطريقة معطيات واستبيانات وهو مما ينذر بنحو من الخطر لمن أراد أن يهتم بأمور النص لمن أراد أن يبني يهتم بهذه الشريحة شريحة البلوغ وشريحة الشباب ولمن أراد أن يهتم أيضا يهتم بهذه الشريحة لكن لكل منهم مسلك وطريق وهدف وانا الآن أمام الأساتذ الأفاضل ومن جامعاتنا العتيدة والعريقة وأمام بناتي اللواتي قضينا أوقات صعبة وبحمد الله تعالى قد أثمرت هذه الجهود وهذا الغس ومن مدينة مقدسة أريقت على أرضها دماء وهذه الدماء إنما كانت وخرجت لطلب الإصلاح كما جرى على رسان سيد الشهداء عليه السلام فيطيب لي أن أتحدث حديث الأب مع بناته وحديث الأخ مع أخوته وهذا الحديث بعيد كل البعد عن السياسة وعن ما يتعلق بمقروم السياسة وإنما هو حديث تربوي واقعا نحن نفرح عندما نرى شابا من شبابنا وبنتا من بناتنا وهي وهو يتقدم أزاء هذا الزخم من المعلومات وهو يتقدم عليهم ويحصل على درجات جيدة جيدة ليس بمفهوم التقييم يعني مقبول جيد جيد جدا جيد جيد بمستوى أن يبز أصحابه وأيضا عندما تكون ابنتنا تتقدم في مراحل بل نسعى للاهتمام بهن وإن لم نعرف هن بإشخاص هن وإنما دعما وتشجيعا بالكفاءة اليوم نحن نحتفي ببناتنا وكان هناك كثير من الجنود المجهولين يهيئون لهذا الاحتفال سواء في بداية حضورهم إلى كربلا وسكنهم في الطريق أو تشرفهم بالزيارة والإعدادات التي كانت وهناك جيش من الجنود المجهولة يعتبرنا هؤلاء البنات فعلا هم بناتهم فيفرحون ويأنسون بتقديم خدمة لهن اشعارا منهم بالاهتمام بهن وبالنتيجة نحن لا نريد جزاء ولا شكور لكن لا شك نريد شيئا وهذا الشيء يصب في مصلحتهن بالدرجة الأساس ثم يصب في مصلحة البلد الحديث الذي أتحدث في خدمة الحاضرين جميعا وهناك مشاكل تربوية وهناك جهود تبذل من أجل الانحراف ومن أجل الابتعاد عن جادة الفطرة الله الله تعالى فطر الناس على فطرة والإنسان بنفسه ممكن أن يشخص أن هذا صحيح أو هذا باطل هناك جهود تبذل من أجل أن تجعل الباطل حقا ومن أجل أن تجعل الخطأ صحيحا خصوصا كلما كثر وكلما ازداد عدد من يتغنى بالباطل كأن تتصور أن هذه الحالة هي الحالة الصحيح والحال بالعكس خواتي بناتي أنتن مشروع أسرة أنتن جميعا مشروع أسرة والأسرة إذا صلحت صلح المجتمع اليوم الحرب الظروس على الأسرة على تهديم المفاهيم على خنق الفضيلة والأخلاق وعلى إطلاق العنان للتصرفات الباطلة والشباب هو ميدان الصراع الكل يتنافس على أن يزيد رصيده من هذه الفئة أهل الحق يبدون النصيحة أهل الحق يعلمون الآخرين أن المسيرة من هنا وسرعان ما تمضي الأيام والليالي ويجد لإنسان نفسه على هذا الطريق أو هذا الطريق إيا كنا أخواتي بناتي إيا كنا أن تسمعنا النصيحة من جهة فاشلة الفاشل لو كان يستطيع أن ينصح لنصح نفسه لكن الفاشل يحب دائما أن لا يكن وحده في الميدان يحب أن يغرق الآخرين معه اسمعوا النصيحة من جهة لا تريد منكم شيئا الاستقامة والاستقامة هي مدعاة إلى الفخر ومدعاة إلى الاعتزاز نحن نتعامل مع المرأة أنها هذه لها هيبة ولها وقار في المسير عندما بدأتم من بداية قبلة العباس عليه السلام وانتهيتم إلى سيد الشهداء عليه السلام أوصينا لأخو جميعا أن يعطوا ظهورهم لكنا وكأن أنتن تمشون في هذا المسير مش ملائكية احتراماً احتراماً لوجودكم الكريم الذي حللتم فيه عندنا ومن خلالكم رسالة إلى جميع الجامعات الأخوة العزاء الذين شرفون رؤساء الجامعات حضروا اعتزازاً بكنا أنتم أبناء لهم والأخوة الذين كان لهم ظرف أيضاً أبدوا مشاعر طيبة في أن هذا الاحتفاء هو احتفال بناتنا العلاقة ليست علاقة طالب ومدرس وهي علاقة نفيسة جداً لكن عندما تكون العلاقة مع ابنة تعرفون العلاقة عندما تكون مع أب وابنته هناك كثير من المفاهيم تختزل بهذه العلاقة الإنسان عندما يتكلم مع صغيرة يقول لها أنت ابنتي أو بابا تعرفون تختصر كثير من المفاهيم نحن بصراحة أيها أخوات البنات العزيزات نعول عليكن في نفخ الروح في الأخلاق الرصينة في الأخلاق العالية أنت قوية لا شك ولا رئ أنت في ريعان الشباب قوية جداً لا تصابي بإحباط بل كوني قوية ولك هدف بعيد المدى وهدف قريب المدى القريب أن تتفوق في كل شيء في العلم وفي السلوك وبعيدة المدى أن تؤسس لأسرة قوية فاضلة تحب وتحن على الأخلاق وترفض الرذيل بكل ما تعني هذه الكلمة من تفاصيل المراهنة اليوم على قلوب طرية يحاول الآخرون أن يحرفوها عن مسيرها هذا المسألة لا بد أن تكون واضحة عندكم عندما نتعامل مع متعلم أو عالم يسهل الحديث والمراهنة اليوم ليس على الجهلة الجاهل في حدود جهله يبقى في حدود جهله نعم هناك من يحاول أن يبقى الناس على جهالتهم لمآرب لكن الكلام مع المتعلم عندما يستفيد من متعلم ويحاول أن يحرف فكره روحه قلبه لا شك سيستفيد لأن هذا سيكون مسموع الكلمة لذلك أخواتي الفاضلات أنا عندما أقول أنتنا مشروع أسرة أنا أعني ما أقول الأسرة الآن بدت تتفكك وهناك عمل كثير وكبير إما عمل مدروس أو من طبيعة الإنسان أن يميل إلى الدعا وإلى الرح ولذا لابد أن تكون الأخوات بمستوى كبير من الوعي والإدراك نحن نؤمن وإن شاء الله تعالى هذا الأمل يتحقق ليس أمل كذوب ليس أملا كذوبا وإنما هو من الآمان المتحققة نأمل أن يكون الأخوات الفاضلات بناتنا العزيزات بمستوى كبير من الإدراك والوعي الإنسان عندما يكمل المرحلة الجامعية يبدأ في ساحة العمل وساحة العمل عندما يأتي إليها أو أعبر بتعذير عندما ينزل إليها المتخرج لا بد أن ينزل وهو أسد شجاع وقوي وعنده ثقة في نفسه الثقة في النفس تجعل الإنسان دائما متفائلا قويا رغم كل المشاكل ستكبرون وتتكون الأسر وستشعرون بحالة الآن لو الأب يشرحها لكم الأم تشرحها لكم تتأثرون لكن لا تحسون بها كنت أقابل بعض طلابنا أبناء بناتنا خرجات صف سادس على أمل مثلا أن يدخلنا في جامعاتنا حقيقة كنت ألتقي مع آباء وأمهات يعجز لإنسان عن وصفهن أم ليس لها رغم مرارة وقسوة الحالات واحدة واحدة من الأمهات ترفع كفها وتقول أنا أعمل في الخبازة وعملي هذا كان من أجل أن يصلبني هذا أو تصل ابنتي هذه وفعلا أقر الله عينها بأن ابنتها ولدها وصل علم وتربية وآداب وأخلاق يستحر إنسان عندما يرى هذه الطاقات في بلدنا واقعا بنات العراق منجم للكفاءات والطاقات والله المشكلة نحن لا نقيم أهلنا مشكلة مخزون الفكري الثقافي لا نقيم أهلنا لكن هذه الجهود التي من الأم والأب من أجل أن ترى ابنتها وولدها تراه أمامه بطوله يمشي وهو أمل بلده أنتم آمال البلاد ونحن نفخر بكنا شيء واحد أريد منكنا قلت عندنا شيء أنا بينت فقط أريد أن تصدق آمالنا فيكم يعني يعني عندما نقول أنتم مشروع أسرة حققوا الأسرة الناجحة عندما نقول أنتم أمل البلاد قلوا نعم نحن أمل البلاد صدقوا ما نريد سنة سنتين ثلاثة حققوا هذه الأمان على أرض الواقع ستكون هذه الجلسة وما كنتم صباحا في خدمة أبي الفضل عليه السلام وسيد الشهداء محفورة في ذاكرتكم صدقوني لا تنحوها الأيام وهذا محل اعتزاز لأن انطلاقتكم للميدان ستكون قوية هذا عزم المهم هذا الاحتفال لا أقل نموذجي وإنما هذا الاحتفال من الطبيعي أن خريجي الجامعات هكذا يحتفلون من الطبيعي لأن بداية انطلاق إلى حياة لابد البداية أن تكون قوية لابد البداية أن تكون فيها ثقة في النفس لابد البداية أن تكون فيها قسم وهذا القسم الإنسان عندما يبين عندما يردد هو يعي ما يقول الحياة تحتاج إلى طاقات تحتاج إلى قوة البلد إن شاء الله تعالى بناتي ثواتي أساتذة الأفاضل جزاكم الله خير في إعطاء العلم والأخلاق والنصيحة إلى الطلاب الطالب يتأثر قطعا بأستاذه أيضا هذه رسالة لكل الأساتذة العزاء أن يصون قلوب الطالبات صيانة هي أمانة تأطى بهذه اليد بوابة الجامعة وأيضا تسلم إلى تلك اليد في بوابة الخروج من الجامعة إلى الأمور الحياتية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق طبعا شكر خاص لأخواتنا وبناتنا اللواتي سهرنا الليالي من أجل أن يوفرنا هذه الاحتفالية وهن حريصات أشد الحرص على أن هذه الاحتفالية تكون على أفضل ما يكون شكر لهن متواصل وشكر لبناتنا أخواتنا طبعا المأمول كان العدد يكون أكثر لكن واقعا نحن لم يعني قيدنا العدد خوفا من أن نفقد يعني بعض الخدمة إذا زاد العدد وكثير من البنات طلبنا أيضا أن يدخلنا في التخرج في هذا الاحتفال إن شاء الله تعالى نوجهه لبناتنا في مستقبل الآيام دعائي لكنا وسلام خاص إلى العوائل الكريمة للأمهات للآباء الذين سهروا ووفقوا ووفقوا لأن ينالوا وأن يروا ويسمعوا بأمي يروا بعينهم ويسمعوا بآذانهم تلك البشارات من أبنائهم من بناتهم أنهم تجاوزوا سني الدراسة ويبقى الآن سني العمل إن شاء الله تعالى توفقون بناتي في كل خير وأران الله تعالى فيكم أران الله فيكم الأمل وأران الله فيكم العفاف أران الله فيكم الستر أران الله تعالى فيكم الحياء وهذه الكلمة ذكرتها سابقا هناك محاولات لسلب الحياء اهتموا خواتي بالحياء اهتموا بالحياء زينة المرأة الحياء أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق والتزديد وأعتذر للإطالة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين